السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض زينة لرمضان بس هنعملها من ورق لف الهداية هي فكرتها سهلة وبسيطة قوي وكمان هنعملها بشكل تاني هنشوف مع بعض في الفيديو هنعملها ازاي ده عندي هنا فرخ بتاع ورق لف الهداية طبعا بيتباع في المكتبات سعره مش غالي سعره تقريبا 3 جنيه حاجة زي كده وممكن تلاقيه عندك موجود في البيت ممكن تستخدمي اي ورق او اي شونة شكلها حلو وبتعملي بيها برضو فكرة الزينة بالشكل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي هبتدي بس كده هقيس مثلا مقاس 20 سنتي من طول الورقة وهتنيها وهبتدي اقص بعد مقاس 20 سنتي هبتدي اقص بالشكل ده كده انا تانية الورقة نصين هبتدي اقص كده بالمقاس وبعد كده هبتدي بقى اتنيها الورقة ده بس يعني مشكلته انه هو بيزحلق شوية فبيغلب حبة فانا هتنيها كده بالشكل ده نصين هو طبعا زي ما انتو شايفين هو وش وضع يعني ممكن تعلقيه على الشكل ده وممكن على الشكل التاني هو شكله حلو قوي فردت الورقة كده بالشكل ده وهبتدي ان انا ازبط المقاس كده بعد ما تانيتها هتنيها تانية كمان وطبعا عمالي تزحلق بالشكل ده جدا زي ما انتو شايفين فانا هجيب مشبك وهسبت به الورقة عشان ما تزحلق اش من ايدي تمام هبتدي بقى بعد ما زبطت على قد ما اقدر يعني هبتدي اجيب المقاس وهقص بعد حوالي واحد ونص سنتي او اتنين سنتي هقص بس مش هوصل لاخر الورقة بالشكل ده كده برضو بعد واحد ونص سنتي هبدأ اقص طبعا انا مش ايساها بس حاولي كده تغذيها يعني بالشكل كده ان ده هيكون قد ده هبدأ اقص برضو مش هوصل للااخر قبل الاخر هشيل المقاس هكملها برضو نفس الشكل كده كلها بالشكل ده كده هقلبها بقى ونفس اللي احنا عملنا هبتدي برضو اصبط الورقة على قد ما اقدر خلاص وهبتدي بقى من الجزء اللي انا قصيته هاخد كده من النص من نص الجزء اللي انا قصاه اهو وهقص برضو مش هوصل للااخر هكمل بنفس الشكل طبعا انا قلتلكم ممكن نستخدم اي شنطة عندك يكون لونها حلو وشكلها حلو ممكن تستخدميها وتعلي بيها زينة ما بيش اي مشكلة يعني مش هارت تجيبي الورقة ده هكملها بقى كلها بنفس الشكل كده زينة دي برضو تنفع في رمضان وتنفع في عيج ميلاد تنفع في اي يعني تنفع في اي وقت مش هارت اه رمضان بس هحاول بقى فكها بالشكل ده كده برضاها خالص عشان ما تقطعش مني طبعا هي شكلها هيبان اكتر وهي متعلقة عشان تنيت الورقة كزا تانية طلعت معايا بالشكل ده كده اهي ابدأي بقى علقيها يا اما بسلو تيب بلازق سلو تيب يا اما علقيها مثلا في مصمار او اي حاجة عندك خلاص الفكرة التانية بقى ان انا اقدر اعمل الزينة دي نفس الشكل اعملها من الكيس الشيبسي الفكرة دي مش جديدة ولا حاجة بتاعت الكيس الشيبسي بس انا قلت ايه برضا اعملها معاكم هبتدي بس اساوي الكيس بالشكل ده وهتنيه تانية وهتنيه تانية كمان خلاص من نص الكيس بشكل عادي جدا برضو هتنيه تانية كمان اهو برضو هحط نفس المشبك اهو بالشكل ده كده بالشكل ده اهو هبدأ باقي برضو هقص حوالي واحد سنتي او واحد ونص سنتي نفس الطريقة بالزبط اللي عملناها مع الورق بتعلاف الهدايا هنعملها برضو بنفس الشكل و لو عندك كمان كرتون او ورق شكله حلو بيكون خفيف تقداري تعملي بيه ازينا دي انا بحاول اقولكو اه كم فكرة كده وهتبقى كلها هتطبق بنفس الشكل طبعا الديسلايك اللي هيجي كتير قوي على المشبك ما مش اي مشكلة انا بحب الديسلايك اه الديسلايك ده عايز له حلقة كاملة باذن الله هتبقى موجودة قريب قوي انا بحب النقد مش ضده خالص انا معيكو في النقد في كل حاجة بس القصة الديسلايك دي قصة كبيرة يعني برضو انا هستوي الناحية التانية الجزء اللي هو في اخر كيس الشبسي بالشكل ده هشيله برضو اهو اول ما تفديها هتلاقي شكلها حلو قوي هوريها لكو دلوقتي وانا معلقاها على حيطة مش باين خالص ان هي كيس شبسي كمان لو عملتيها بشونة ملونة هتبقى احلى كتير قوي او ورق كده يكون خفيف عندك برضو هتعمليها بنفس الشكل هتبقى حلو قوي او ده شكلها كده على الحيطة شكلها حل وحاجة مثلا ممكن نكون بنرميها استخدمناها واقعدنا استخدامها بشكل بسيط جدا وسهلة او خلاص اتمنى الفيديو النهاردة يعجبكو متنسوش بقى لو عجبكو اللايك عجبكو الفيديو متنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلي كل جديد عجبكو الفيديو